بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا بشتاء لمجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسبوع لأسبوع لما بنجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع جميل كلامه صلى الله عليه وسلم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم أوتي جوامع النعم وقوتي السراط المستقيم وقوتي الفتح المبين وعشان كده لما بنقعد معاه بنبقى حسين بتنزلات رب العالمين علينا ورحماته وقلطافه وجماله وهدايتنا في الطريق اللي احنا ماشيين فيه احنا النهاردة نقرأ مع بعض حديث مهم جدا من الحديث التي هي عمدة من عمدي هذا الدين الحديث ده بيعالج مشكلة كبيرة جدا 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 وخاصة في ظل دوشة كبيرة جدا جدا في مجال معين ومجال الاستشارات وازاي ان المجال ده مليء باشياء لازم نقف شوية فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يكتب لنا خارطة طريق ازاي نخرج من كل هذه الفوضى نحن نعيش فوضى في مجال هو من اهم مجالات التفاعل الانساني والحياة الانسانية تعالوا نسمع الحديث ده واللي احنا حفظينه ولكنه بيقول لنا وبيكشف لنا عن المجال المليء بالفوضى واللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا نور من انواره صلى الله عليه وسلم عشان يهدينا في الطريق واحنا مشيين في طريق يخلصنا من هذه الفوضى الحديث عن سيدنا دميم الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله واحد ولكتابه اثنين ولرسوله ثلاثة ولأئمة المسلمين ولعمتهم حاجة كده مخمسة خمس مجالات للنصيحة تخلينا فهمين ان النصيحة موجودة في حياتنا كلها يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حديث في صحيح مسلم بهذا النص الحديث ده على فكرة مش ينفع ان احنا نلوم الراحد ومش ينفع ان احنا نحفظه لكن ينفع ان انواره تحفظنا ينفع ان احنا نعيش في انواره ونفضل نجعل هذا الحديث يجيب على تفاعلاتنا في الحياة ويرسم لنا طريق الرشد دايما يعني ايه ده يعني هذا الحديث ينفع لنا دلوقتي طبعا ده انا كل ما باجي اشوف البلاء اللي احنا بيحصل لنا من فساد العلاقات ومن تدخل الناس فيما لا يعنيهم بطريقة لا خير فيها افتكر اقول الحديث الدين والنصيحة يعني ايه الدين الامانة والنصيحة امانة الدين العبادة والنصيحة عبادة يبقى النصيحة لازم تكون لواجه الله الدين علم والنصيحة علم ايه ده ده كل الكلام ده مش فاهمينه الحديث وعشان كده لما العلماء فهموا ده قال العلماء اهنا هذا الحديث انه احد الاحديث الاربعة التي يدور عليها الاسلام بس سيدنا الامام النووي وهو منور وما قللكمش عن انوار سيدنا الامام النووي سيدنا الامام النووي كان من اكثر الناس صحبة للرسول الله ولذلك لما جيه تكلم في الحديث سمى احاديثه حديث حضرة النبي رياض الصالح انو كانه اللي ايه اللي يحصل اللي عايز يبقى في الرياض في الجنة يروح مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو عارف ايمة احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايش ومتغزي قلبه بانوار احاديث رسول الله وعشان كده سيدنا الامام النووي بيشوف ان الاسلام كله يقوم على هذا الحديث فبيقول سيدنا الامام النووي هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الاسلام ايه اللي حاصل واما ما قاله جماعات من العلماء انه احد ارباع الاسلام ايه الاحاديث الاربع التي تكتمع عليها امور الاسلام فليس كما قالوا بل المدار على هذا وحده ايه ده معقولة ان امام نووي شايف ان الحديث ده عليه مدار الاسلام ليه قالك لان هذا الحديث يتكلم عن علاقات الانسان بكل تفاصيلها قال له ازاي قال له الدين النصيحة قال له هو اصلا النصيحة جاي من ايه من النصح من النقاء من الوضوح وكأنه بيقولك هذا الدين واضح جلي ظاهر فالدين هو ان تأخذ علما واضح في الدلالة على الله طب تنصح لمين لله يعني ان يكون نصيحتك وقصدك ان العبادة فاول مفهوم للنصيحة ان النصيحة عبادة مدام النصيحة لله ايه ليست لنفع الله ولكن النصيحة لله يعني ايه تكون خالصة لله وتكون امتسالا لامر الله وتكون عبودية لله فالنصيحة عبادة